موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى الموجز الرياضي والذين أبدأه بأخبار البطولة الأسيوية السادسة عشر لكرة اليد موسيقى يبدأ منتخبنا الوطني رحلته الأهم نحو الضفر باللقب الأسيوي وتحقيق الأنجازاته القارية في لعبة كرة اليد حينما يلتقي بنظيره الإماراتي في إمبارات الدور النصف النهائي للبطولة الأسيوية السادسة عشر لكرة اليد وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يذكر أن الأحمر كان قد تأهل إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الأولى في رصيد التسعي نقاط فيما تأهلت الإمارات لنصف النهائي كثاني المجموعة الثانية افتتح سعادة السيد هشام الجودة الرئيس المسلسة العامة للشباب والرياضة يوم أمس مشروع تكملت الصالة الرياضية بنادي عالي إضافة إلى ملعب النجيل الصناعي وذلك بحضور حسين العالي رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة حيث قام سعادة السيد هشام الجودر بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح الصالة متعددة الأغراض بالإضافة إلى إنشاء ملعب من النجيل الصناعي والذي بلغت تكلفة إنشائهما 330 ألف دينار أعلنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة في مؤتمر صحفي عن انطلاق مسافقة بحرين نينجا والتي استقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتحدثت مديرة إدارة شؤون الشباب إيمان جناحي ومدير المشروع أحمد جناحي عن تفاصيل المسابقة والتي من المنتظر أن تستقطب اهتمام الشباب في إطار من المنافسة والمقامرة والترفيه الشيق حيث تعتبر هذه النسخة هي الأولى من البرنامج الرياضي على مستوى الشرق الأوسط يواجه فريق المحرق ممثل كرة القدم البحرينية نظيره الشعلة السعودي في افتتاح مشواره في المجموعة الثانية لدور أبطال الخليج لكرة القدم وذلك في تمام الساعة السالسة والربع من مساء اليوم على ستادي البحرين الوطني ضمن المجموعة الثالثة يحلو البسيطين ممثل البحرين الثاني ضيفا على نظيره الخور القطري عقد يوم أمس مؤتمر صحفي بين الاتحاد البحريني لكرة القدم وناد بلاك ميرنا الإنجليزي بجانب مجموعة التراكيو حيث شهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات كما تم كشف عن تفاصيل المشروع والزيارة التي يقوم بها الناد الإنجليزي للمملكة والتي تتضمن إقامة بطولة في كرة القدم للإستباعيات وعقد اجتماعات مع مسؤولي اتحادات الكرة هذا وجريت صباح اليوم الحصة التدريبية الأولى للعبين الصقار والتي شملت عددا من طلبة المدارس الحكومية من الفئة العمرية تحت الخمس عشرة عاما حيث حظي المشاركون بالإقامة مجموعة من مدربي ومكتشفي المواهب بأكاديمية بلاك بيرن لتجربة مهاراتهم وأداهم الفني والبدنية تشنت لعبات نادي الشباب لألعاب القوى مشوارهن في دورة الألعاب الأندية العربية الثانية للسيدات والمقام حاليا بإمارة الشرقة بإحراز ست ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات أم الألعاب إذ استطاعت بطلاتنا تحقيق ميداليتين ذهبيتين ومثلهما من الفضة والبرونز أقام مركز النجداوي للجنباز الفني حفل افتتاح للبرنامج الرياضي للجنباز وذلك على صالة مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية حيث تم استعراض مجموعة من الألعاب البهلوانية وعروض فنية خاصة بالألعاب الفردية للعبة الجنباز وكان الحفل قد يقيم تحت رعاية الاستاذ سيف معدل رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للجنباز وتم خلاله تقديم دروعة تذكارية للمشاركين في البرنامج بعد نهاية الحفل الاستعراضية